اجيب ايضا بعض الاخوة والاخوات اللي تبعوا فينا رأوا هذا جزء من الدفاع عن موقف المقاومة عندما يشعر العدو ان هذه الامة وان شعوب المنطقة وان شرفاء واحرار الانسانية لا يقيسون شيئا الا بموقف المقاومة وبالتالي نحن لا يمكن ان نتحدث الا عن موقف المقاومة والمعلومات التي لدي انه حتى ساعات متأخرة من اول امس وحتى ساعات متأخرة من يوم امس حماس والجهات تصراني على نفس الشروط وهو وقف العدوان واذا قالوا ابو حمزة باسم سريا القدس الجنيح العسكري الجهد الاسم بما يعني انه اولا وقف العدوان ثانيا انسحاب العدو سهوني من المناطق التي دخلها في قطاع غزة ثم رفع الحصار ثم اعادة الاعمار هنا لابد من ان نقف ونتأملا كيف يمكن ان نعوض مبدأ وقف العدوان بماذا سوف نعوضه الا اذا الا اذا كان يمكن والمعلومة التي لدي تتحدث على التفاوض يعني في اطار هذا التفاوض وقت اللي المقاومة تصر والبند الاساسي والشرط الاساسي لدى المقاومة في هذه المفاوضات هو وقف العدوان وقف العدوان نعم مش ممكن انك تتفاوض في هذا شنوها ممكن تقدموا هذا ما حابت تقول شوف الموقف التفاوضي يبنى على الميدان وطالما المقاومة تمسك بالميدان وطالما هي ثابتة في مقاومتها ودفاعها وطالما العدو يتكبد خسار ليس لعاقل ان يعوض هذا الموقف الميداني بموقف اخر الا اذا كان فيه معادل موضوعي رديف شبيه يمكن ان يأتي بما يكاسب ويحق الاهداف ماذا يمكن ان يكون يمكن ان يكون على سبيل المثال هذا تحليلي هذا التحليل لانه المعلومات التي يلديه انه في 48 ساعة القادمة سوف يتم الاعلان عن موقف المقاومة الفلسطينية يعني الرد على القضية هذه متع الصفقة والاخره ربما تكون فكرة ان يتم الزام كيان العدو بتطبيق الاجراءات المؤقتة التي صدرت عن محكمة العدل الدولي عند ذلك الوقت اقول ذلك لانه عند ذلك الوقت يكون هدفا من اهداف المقاومة قد تحقق وهو الزمانات الدولية والضمانات الدولية تربطها المقاومة بخروج انسحاب العدو ثم برفع الحسار ثم باعات الاعمار دائما تختم المبادئ الاربع او المبادئ الاربع تختمها بضمانات دولية لكن ضمانات دولية على مستوى تنفيذي على مستوى آليات تنفيذية على مستوى قرارات أممية ذات بعد تنفيذي وبضمانات دول بما فيها ما يعرف بالوسطة وليس هكذا يعني كلاما انشئين وإلا سيدة سماح شنو اللي نجمي عوض ابتعاد الجيش الجيش العدو وليكذا في موضوع الأسرة نفس الشيء موضوع الأسرة تعرف هذا كلام مكرر راو الشيوخ وكبار السن والأطفال والنساء والأخيرين المقاومة قالت ليس لدينا إلا المجندين وحتى إذا كان ثم بعض الأفراد من جنسيات أخرى أو إلى آخره هذا يأتي في إطار صفقة تبادل الكل بالكل ممكن أن يكون على مراحل ممكن التفاوض على هذا ولكن انتلاقا من المبدأ الأول هو وقف العدوان والمبدأ الأخير وهو الضمانات الدولية وأنت تتحدث أستاذ سليح الدين الالدودي توافم نقطة صحفية لمستشار الأمن القومي في البيت الأبيض يقول نسعى للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد في غزة لا يتحدث على وقت يقول هدنة طويلة الأمد هدفها هو إخراج أكبر عدد من الرهائن ولا نزل نجري محادثات بهذا الشأن يقول محادثات التي نجريها بشأن الهدنة والرهائن بناءة ونعتقد أنها تسيير في الاتجاه الصحيح أوكي الرهائن هاتوا كل الأسرى الفلسطينيين بيضوا السجون بيضوا السجون اللي هم أكثر من 6 ألاف ثم أكثر من 6 ألاف أخرين اختطفوهم من الضفة الغربية ومن غزة أيضا في المدة الفارطة أن يكون الكل بالكل أو الجميع بالجميع أن يكونوا دفعة واحدة أو على مراحل أوكي لكن بأي مقابل بمقابل أنه العدو يوقف العدوان حتى إذا اعتبرناه تهدئة أو هدنة لابد من أن يعلن وقف العدوان وأن تكون ثمة آليات ملزمة لوقف العدوان ونحن علينا أيضا أن نعوذ كلمة عدوان بإبادة جماعية كما قالت محكمة العدل الدولية عليك أن